السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حباب? قلبي عاملين ايه? النهاردة مع بعض هنعمل ترطة عيد الحب. باقل تكلفة وممكن تتخيلوها تكلفتها اقل من خمسة واربعين جنيه. شايفين الجمال? خمس طبقات وبستة بضغط بس هتعملي الترطة اسفنجية وهشة جدا. وباقل تكلفة ان شاء الله هتعمليها لولادك. اعمليها لزوجك واولادك هتعجبهم جدا. يلا بينا نشوف الطريقة والمقديرة على طول. اول حاجة معي هنا ست بضغط بدرجة حالة الغرفة. ومعايا نص معلقة صغيرة من الفانيليا. ونص كيلو سبونش فانيليا. تقداري تعمليه الشوكولاتة فانيليا زي ما تحبي. اه ومعايا هنا معلقة صغيرة مليانة من محسن الجل. ممكن تستغن عنه لو مش متوفر عندك. وهنا نص كوباية من الميا. ميا عادية من الحنفية عادي جدا. اه طريقة بنضربهم كلهم مع بعض كده في العجان. لو انت مش عندك عجان تقدر تستخدم المضرب القروائي ما ينفعش خالص يا جماعة. الناس اللي سألتني فطورتية عيد ميلادي بنزال لكم من كام يوم. ان هل ينفع ان احنا نعمله في الخلاط? لأ. ما ضمنش بصراحة موضوع الخلاط ده خالص. ما تجربتهاش قبل كده. هي بتكون محتاجة لاما مضرب قاربائي وعجان. وطبعا النتيجة بتكون افضل بالعجان. لكن لو عملتي بالمضرب القاربائي هتطلع معيك حوالي اربع طبقات. بس برضو بتكون هشة جدا وحلوة. ما تتردديش اعمليها. بقى اقل تكلفة هتعمليها لولادك. عايز اقول لكم ان الزبونش آآ تمن وحداشر جنيه. والفانيليا مسلا نقول لجنيه بقى اتناشر جنيه وست بضغط بتمانية جنيه. يعني بقينا في عشرين جنيه آآ ومحسن كمان بجنيه. يعني واحد وعشرين جنيه آآ او قول اتنين وعشرين جنيه. دي خلاص كده ضربته وبقى قوامه شايفين هشة جدا ضربته بحوالي ربع ساعة آآ لحد ما بقى قوامه هشة جدا. ندخل الفرن على درجة حرارة مية وتمانين آآ لحد ما ياخد معنا الاول ما يعني هو اخد بالضبط معي خمسين ديئة في الفرن. على الرف الوسطاني على درجة حرارة مية وتمانين. هندخل الفرن دلوقتي شايفين? وهيطلع معنا هشة جدا بالزرق خفط وقتين كده خفطتين. آآ وبي بيطلع معاكي بالشكل ده. ده انا باهرها لكو تاني يوم شايفين ارتفاحها. حلوة جدا. هنعملها خمس طبقات آآ عشان تطلعها كده من الحلة او بتقدري تعمليها في صانية وتغلي فيها بورق زبدة تقدري انك ايه آآ تعمليها في صانية عادي جدا بس تغلي فيها بورق زبدة وتعلي ورق الزبدة معاك عن حفة الصانية. هتطلع معاكي برضو عالية وهشة جدا. اهو ده شكلها هشة جدا. وطرية ومش نشف خالص مننا. شايفين انها عاملة ازاي? حلوة جدا. بالشكل ده. هندق بقى نقطعها لخمس طبقات بتعلميهم الاول كده بترفز تكينا وبعد كده بتقطعي شريحة شريحة او طبقة طبقة زي ما بتقوله. تمام كده. كده احنا عملنا اللزبونش اللي قدامنا ده اتكلف علينا يعني تمانية واحداشر يبقى تسعتاشر وجنيه وجنيه والاتنين جنيه يعني اتنين وعشرين جنيه. خلينا كده بزيادة اتنين وعشرين جنيه لحد دلوقتي تكلفة اللزبونش بتاعي. تقدر تعمليها في صانية مربعة. تقدر تعمليها في صانية اه مدورة او تعمليها في صانية اه او تعمليها في قلب. يعني ممكن تعملو زبونش ده في قلب برضو بيكون حلو جدا. الصانية دي مقاس ستة وعشرين. تقدر تعمليها في اربعة وعشرين لو عامل بالمضرب اليدوي. المضرب الكهربائي العادي. وآآ تطلع معك برضو خمس طباط. بابدأ كده اشار والشاة كده. بس والله كانت طريقة برضو جدا وهش. هنبدأ بقى نعمل كريم شنطي معي هنا كوبايتين من الماء المسلج. آآ المية فيها كده من التلك. وهحط عليها كوباية من السكر. وهضربهم كواس جدا كده بالمضرب الكهربائي او بالعجاب. المتوفر عندك. آآ هنستخدم آآ ربع كيلو من كريمة الخام. آآ الكريمة الخام افضل نوع يا جماعة بتسألون دايما في الكومنتات يا الكريمة المتحدة. كريمة خام وربع كيلو بتسعتاشر جنيه. هنزل بيه بقى بعد ما خلاص ضربنا المية والآآ والسكر كويس. هنزل بيهم كده. طبعا قللت السرعة شوية بس برضو لازم العفرة دي تحصل. هضربهم كويس جدا لحد ما الكريم بتاعي ياخد بقى القوام اللي انا محتاجها اللي هو القوام الكريمي وبيكون هشي جدا شايفين. انا مستواركم اراح له بشايفين عشان بيعلم عاي قديم ما شاء الله ملال بولة بتاعتي آآ بتاعت العجاب. بالربع كيلو. خلاص كده خلطنا الكريمة بتاعتنا. هنبدأ بقى نزين الترطة بتاعتنا. اول حاجة بجيب القعدة بتاعتي او لو عندك اي طبق بتاعت آآ تقدم الترط. بتحط كده ايه جزء كده من الكريمة عشان ده اللي بيسبد الترطاية في الاعداء. وابدأ احط كده اللي هو الوش بتاعها حطيته اول حاجة. وسبت اللي هو الارضية بتاعت الصينية ارضية الكيك هي اللي هحطها على الوش عشان تكون متساوية. بابدأ كده اسقيها بالحليب آآ او باللبن بالمصري. آآ ده بيخليها طريقة جدا لو ما عندكيش تقدر تحطي آآ مية الكمبوت او تحطي آآ مية بسكر كده تغلوم على النار ويكون خفيف شربات خفيف سرق خفيف. وبرضو بتسقيبه الكيك بيخليها شطار جدا. آآ ببدأ كده احط طبقة من الكريمة. عايزة طبعا طبقة تكون كبيرة تكون طبقة صغير يعني آآ سميكة شوية او ليلة دي حاجة ترجعلك. بس انا دايما بفضل ان احطها تكون طبقة كده سميكة شوية عشان تبقى زي اللي احنا بنجيبها من برة. وهو فعلا ترطاية بالضبط بتاخد ربع كيلو اسبونش. آآ تقدري برضو تحشيها في النصف تحطي انكسرات تقدري تحطي آآ قطع فواكه او فراولر فراولر خاصة جدا اليومين دولت. اللي متوفر عندك تقدري تحطيه تقدري تحطي قطع شوكولاتة اللي هي الشوكولات شيفس زي ما انت عاوزة تحشيها. بس احنا اتفقنا من اول الفيديو ان احنا بنعمل طرطاية آآ يعني اتصادية. فادلوقتي احنا عملنا الاسبونش باثنين وعشرين جنيه. وحط عليهم كمان التسعتاشر جنيه بتوع آآ آآ لا اليها اللي هم بتوع الكريمة طبعا نستقر عندنا من بتاع التاموين. فاحنا هيدوب تسعتاشر جنيه اللي هم بتوعه الكريم الكريم شنطي. فاصبح معنا دلوقتي كام واحد واربعين جنيه. تمام كده? تكلفتها بالضبط حوالي خمسة واربعين جنيه يا جماعة. هنشوف مع بعض. خلاص خلصت كده تزيينة بتبدأ بقى تاخد كده بنحط كريمة ونزل واخد وحط على الجناب. لحد ما تسويها. مش لازم او تسويها قوي لان كل ده احنا هنغطيه. يعني كل ده هيتغطى. بس على قد ما تقدري كده تسويها آآ تخلي شكلها متناصق كده وتكون مش حتة عالية وحتة واطية لقى تزبطيها على قد ما تقدري. بجد اعملوا الحاجات في البيت لولادكم بتكون انضف وارقص وبتحس بمتعة جدا وتكوني سعيدة انك بتعملني حاجة لولادك في البيت آآ اتعلمي لو مرة تنجحي مرة تفشالي مفيش مشكلة بس صدقيني مفيش احسن من بتعملي حاجة ولادك بيديكي بتكون بجد لما بتعمليها بحب بتوصل لقلبهم وبتوصل آآ ليهم برضو بحب خلاص كده اهوت بحاول ان انا اسويها على قد ما اقدر شايفين يعني سواتها يعني مش قوي بس اهو شغال آآ عندي بقى جوز هندي كده كان عندي برضو من رمضان اللي فاد بقى له كتير جدا عندي حطيت عليه نقطة كده لون احمر احنا عايزين نعملها ترطاية كده بلون بنكهات لون احمر آآ يعني بالنسبة عيد الحب انا عاملها من قبل عيد الحب يا جماعة بكم يوم لستة بكرة عيد الحب ان شاء الله آآ اعملها لولادك اعملها لزوجك اعملها الخطيبك اعملها لأهلك بينهم حبك وقربك ليهم فخلاص كده انا وصلت باللون شايفين اللون درجات الاحمرات في بنكهات كده وبدأت ان انا ايه اعملها عايزة تعمل لي تحطي برضو مكسرات حطي مفيش مشكلة بس احنا اتفقنا من اول الفيديو ان احنا بنحاول ان احنا نقلت تكلفة فحطيت دلوقتي بقدي ايه حطيت باتنين جنيه وجوز الهند ده بحاولي باتنين جنيه هو رخص مش غالي خالص كنت جايبة وان شاء الله آآ كمية حلوة من عند محالة مستدامة الحويات بعشرة ايه خدت منها كمية مش كتيرة يعني مش بتحط كتير تمام آآ فكده بقينا معانا كام تلاتة واربعين جنيه خلاص كده اهو شايفين ارتفاحها وشكلها حلو جدا بعد ما خلصتها حطت بقى آآ شوية كريم شنطية برضو من ضمن اللي هو الربع كيلو وهو حطت ايه آآ كده آآ بقيت كريمة في كيس حلواني وبدأت اعمل وردات كده او روزاتات صغيرة اي شكل انت حبيب ايه يقوم عندك تمام بتعملي بقى ايه الروزاتات دي بالشكل ده خلاص كده اهو قربنا نخلص تمام كده خلاص كده شايفين ارتفاحها مظبوط جدا وعالية جدا عندي كده دي كرات كريسبي يعني انا كنت جايبة بخمسة جنيه استعملتهم مرة ودي تاني مرة ومش هستعملهم كلهم يعني انا بحاول اللاية اللون بقولكم ان جزء الهند آآ ما استخدمتش يعني ما يجيش بجنيه يا جماعة والله العظيم يعني ما استخدمتش يجي بجنيه او بتقولي اتنين جنيه آآ للناس اللي بتشتري من محلات وانستزامت الحلويات عارفة ان الحاجات دي الخصة جدا وممكن تخش المحل تقوله وزين لي باتنين جنيه وبتلاتة جنيه عادي جدا كنت جايبة خمسة جنيه استخدمتهم آآ يعني على تلات مرات شايفين شكلها حلوة قد ايه تحفة بجد آآ بدأت عمل برضو رزتات كده من تحت صغيرة تقدري تستغنع عنها مش لازم تعمليها خالص بس انا بحب ان انا ايه يبقى الفنش بتاعي بقى ايه ترطاية يكون شكله حلو كده وآآ وظريف على قد ماقدر فآآ يعني ايه حطيت بقى ايه كده رزتات صغيرة بقى معايا كريمة فقلت استخدمها ولو انت مش عايز تستخدمها مش مشكلة ممكن ما تستخدمهاش خالص. خلاص تمام كده. خلاص كده خلصتها وبالشكل دوت فحاولت ان اشوف عندي آآ كرات كريزبس صغيرة تكون نفس اللون ما لقيتش خالص فكان عندي ابيض فحطت كده ايه آآ وحدات بيضة قلت يعني بحب ان انا اهتم بالتفاصيل لك انت ممكن تستخدم على الخطوة دي خالص وما تستخدم ما تعمليهاش. وممكن تسبيها كده يعني ممكن تعملي آآ رزتات صغيرة كده وآآ ومن غير ما تحطي عليها كرات كريزبس ولا اي حاجة. خلاص معايا بالشكل ده بدأت بقى دبان جمالة ترطاية وزي ما قلت لكم بقى لتكلفة يعني آآ زي ما انتم شايفين وصلنا مع بعض الكام لحوالي تلاتة واربعين جنيه او اربعة واربعين جنيه حاجة زي كده. تمام? يعني مش هتختلف. شايفين شكلها هشة جدا وحالية. احترت بقى يا جماعة اعمل ايه في النقطة? دايما باجي في النقطة دي واحطار. فجيت بقى ايه? قلت انا عندي سوفراولة هاخد شوية صغيرين عشان برضو نزبطت خمسة واربعين جنيه. قلت ايه هاخد شوية صغيرين اكتب بيهم آآ هابي فالنتين دي. تمام? بعد ما كتبتها آآ حاستي ان مش شكلها مش عاجبني. خالص. انا 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 بقول رأيي. لو كان لاجل لو انت عاجباكي وحب ان تتعمليها. انا كان ممكن منزلهاش خالص وممكن اقطعها في المونتاج. بس انا حابة واريكي انا بعمل ايه? او بفكر از داي. فانا كتبت هابي فالنتين داي. حتى الفالنتين في ايه في الاخر ما كتبتهاش هتلاحظوها دلوقتي. آآ ما حستش ان شكلها عجبني. مش هو ده الفنش اللي انا مستنيع او ان انا عايزها في الاخر. فغيرت بقى وحطت السفراولة. برضو السفراولة يعني بجيب العلبة ما شاء الله. حلوة وفيها كمية كويسة. ممكن تعملها بالترطيتين وتلاتة بخمسة جنيه. فاخدت منها كمية اللي هي مسلا بتكمل بس بنكمل بقى بقيت الخمسة ولا الاربعين جنيه. فلو انت عايزة تعمليها زمان عملتي كده بفلانتين اعملي. حب ان انت تعملي برضو آآ قطع فراولة صغيرة كده انا برضو والله كنت عايزة عملها بس آآ ما سعفنيش الوقت. قطع فراولة صغيرة وتحط عليهم نص الكريم مسلا فراولة. الطعام قطع صغيرة وتحط عليهم آآ معلقتون سكر وتحطيهم على النار هيغلوا غالوتين بس. وشي اليوم. يعني لازم تفضل يمحافظة زي اللي بنعملها آآ لازم تفضل يمحافظة على قطع الفراولة. بعد كده زي ما انتم شايفين كده ما عجبنش الشكل خلاص مرتحتش. قمت جايبة ايه? سوس فراولة. قمت انا اغطي الجريمة اللي انا عملتها دي. وشايفين يعني هتلقوني ما اخدتش كمية يعني من العلبة. معين انا مستخدمها منها برضو قبل كده. كنت كاتب على ترطايا تانية قبل كده. فاخدت كمية صغيرة. بتبدأ ايه كده تزبطيها وتفرديها في وسط الترطايا. ولولي بقى كان شكلها احلى. آآ قبل بالفالنتين دي ولا لما حطيت استوس الفراولة في الوسط. انا عن نفسي رأيي ان كانت اياه كده احلى. بصراحة. واللي كان الاحلى كمان لو كنت عملت قطع الفراولة اللي هي زي بتاعت الشيس كيس الكيك كانتها تبقى حلوة جدا برضو. بس آآ ده شكلها النهائي. زي ما بتركوا تكلفتها خمسة واربعين جنيه بالضبط. سهلة وبسيطة وتقدر تعملها لبيتك لولادك. حلوة جدا. بتمنى يا رب تجربوها وتقولوا رأيكم في الكومنتات. كل سنوان طيبين آآ مش لازم يا جماعة نقعد نقول حرام ومحرام بقى على عيدي الفالنتين. بس بجد نازم نعمل حاجة لولادنا بقيدينا. بتفرق جدا بترفع جدا لأعياد الميلاد. كل سنة وكل حبابنا بخير يا رب ونعاد علينا الايام بخير. اسبكم في رعاة الله.